كان 11 جندين عراقيا بينهم ضابط برثبة ملازم قد قتلوا في هجوم إرهابي لتنظيم داعش في منطقة العظيم بمحافظة ديالة شرقي البلاد وذكرت مصادر أمنية أن تنظيم داعش الإرهابي استخدم في الهجوم أسلحة متوسطة بالإضافة إلى قناص هذا ووصل وفد أمني برياسة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يارالة إلى مكان مكزرة العظيم بمحافظة ديالة لتفقد الأوضاع والوقوف على ملابسات الحادث